السلام عليكم مازلنا مواصل معكم حتى للعشرة كيما تعودتم معنا في التوقيت اذيك ونهار احد الميدياتور دونك رحبو نقوله صباح خير سيم محمد قمتار الموافق العلامي لإذاعة إكسبرس الفين صباح الخير صباح خير وتحية لكل الطاقم التقني اللي معنا اليوم ولمستمعي إذاعة إكسبرس الفين يعيشك دونك سيم محمد في البداية كلا عادة رحبو المستمعين نذكره بي مهمة الموافق العلامي اللي تتمثل في الوساطة بين إذاعتنا والمستمعين إذا المستمع عنده ردة فعل على برنامج إذا عنده مقترح إذا عنده زادة ملاحظة إذا عنده نقد مرحبا آآ بي احنا نسمع كل ردود الفعل اللي ندرسوها ونجاوبو عليها ما طريقة الاتصال فيمكن مرسلتنا على بريدنا العادي الموجود على الموقع عام تاعنا إكسبرس الفين بوان كوم ولا يمكن كذلك مرسلة الموافق الاعليمي على الميل دونك ام غونتارا ات اكسبرس الفين بوانتين ولا زادة عن موازع صوتي سبعين سفر احداش خمسة خمسة خمسة. نتعدي وتوى المجاة في ردود فعل على الفيسبوك آآ متمت في برنامج اكسبرس سول الزمين وسيم بالعربي دعوة المحامي سامير ديلو لحديث يوم واحد وثلاثين مارس الفين ثلاثة وعشرين عن مسألة تمديد إيقاف المتهمين في قضية تآمن على أمن الدولة. بمناسبة هذه الدعوة تقول مستمع جميلة بالخيرية. جيبوا غيروا يعطينا الحقيقة. المستمع هلال بحر يقول بلاتو اعلام العار. المستمع فرج محمد يقول مناشط مسكين متأثر جدا. المستمع مك الرياحي يقول اعلام المجاري. والمستمع احمد بن محمد يقول على الاعلام العار اللي يتعمى منهم مطلوبون لدى العدالة. ومنجي لفقي يقول صحافة العار. مرحبا بهم. نجاوبوا هنا اننا دعونا السيد سامير ديلو بصفته محامي المتهمين ليقدم لنا معلومات في خصوص تمديد الايقاف. كما ان المحامي ديلو هو غير مطلوب لدى العدالة حسب علمنا في طبيعة الحال. وبالنسبة الى المنشط الحصة فقد شهدنا الحصة مرات ومرات. وقارنها بما سبق ولم نحمل اي انطباع على انه على غير عادته متأثر جدا. وتمنينا بطبيعة الحال ان المستمع يقول لنا شنية الدلالات اللي تجعله يقول اللي هو متأثر جدا. بالنسبة الاعلام العار وصحافة العار فنعبر مجددا عن رغبتنا في ان يقول لنا المستمع اين اخطأنا واذا اخطأنا اين تمثل الخطأ بطبيعة الحال. واذا الخطأ تمثل في دعوة المحامي ديلو فهذا كما قلنا في سابقا هو جزء من العمل اللي امتاعنا ونحن نسعى دائما وابدا الى تسليط الضوء على كل المستجدات على الساحة التونسية والعالمية. به. آآ آآ علق المستمع محمد تاهر الهرهوري على برنامج جردان الزمال الزميلة غفران المي اللي اترقت الى يوم آآآ يوم تسع عشر مارس عام ٢٣ لأصول الزليبيا والمخارق وكيف وصلت آآآ الى تونس. ما يقول ما اتفى اقتراحاتكم واخباركم وانجازاتكم في شهر القرآن وشهر الرحمة. باي مرحبا بي. آآ نجيب ان البرنامج احدث غاية تعريف المستمع التونسي باحد روافض ثقافته وشخصيته الوطني. والبرنامج هو يتوائم وشهر رمضان معناه ماشي مع شهر رمضان الفضيل الذي نطمح من خلاله كما قلنا آآ اماطة اللي ثام عن جوانب من الحياة خلال شهر رمضان خاصة واننا مطالبون في اي زمان بابراز واحياء هذه الجوانب من الذاكرة الوطنية والاعلام فيما هو موكول اليه معناها من الاشياء اللي يجب يقوم بها من مهام هو العناية بهذه الذاكرة وقد تمثل حديث الزميلة غفران ينحيوها في التعرض الى علاقة الزلابيا والمخارق بالمخزون الثقافي والتاريخي التونسي ورجعت الى آآ عهد الحفصي وغيره نشير هنا ان هناك من استحسن هذا البرنامج فالمستمع مثلا امل بغوري تقول برافو آآ انشارنا يوم 30 مارس 2023 اخبار تحت عنوان الهمامي الملحقات القضائية خطيرة جدا وهي هجوم على الحريق والمستمع عبدالسلام الحيم شوفوا الاذاء اللي جابته يتكلمها نجيب هنا اننا تولينا نقل تصريح لحمل الهمامي الامين العام لحزب العمال خلال الوقف الاحتجاجي المنظمة يوم 30 مارس من قبل تنسيقية القواء الديمقراطية لاطلاق صراحة المتهمين في قضية التآمر على امن الدول وهو كما اكدناه سابقا يدخل صلب صلبة عملنا ولا عيبة بالطبع في نقل هذه المعلومات اللي هي معلومات طبيعة الحال صحيحة آآ انشارنا زاد يوم آآ 30 مارس 2023 خبار تحت عنوان صفاقص منوشات بين انصار سعيد ومساندي عصام الشاب يقول مستمع ظهير الشاب كيف تقرأ العنوان تقول الصحفي محايد وينقل الخبر كما هو اما عندما تقرأ المقال تتأكد ان الصحفي متخرج من اعفن رجارة حسب تعبيره نجيب هنا ان الخبر هو منقول وقد ذكرنا المصدر بالطبع عن وكالة تونس في كلامباء وهي وكالة وطنية معروفة بمهنياتها لدى الجميع ثم نقول ان المقال متوازن اذ انه تولى نقل حدث ذاكرا طرفي المنوشات بدون ان ينحاز الى اي طرف ما نتحدث على الاطراف اللي كانت موجودة في المنوشات دونها بطبيعة الحال ان ينحاز وان التسائل بالطبع اين يمكن اه هنا اه الاخلال بالقواعد السليمة للممارسة الصحفية وهنا تمنينا مجددا ان يتم اعلامنا بموطأ الخطأ يقولون كيفاش غلطنا وكيفاش نجيب هنا كذلك ان الخبر ورد ورد عن وكالة تونسة فيقى الانباء وتولى نقل تصريح للاستاذ الجامعي المتخصص في الهجرة بجامعة سوسة وصفاقس حسن البوبكر وهي معلومة تثبتنا منها وردت في تقارير موثوق بها وهي اذا صحيحة شهرنا يوم 29 مارس 2023 خبار تحت عنوان القيرا وان حاجز 31 تون من السميد 55 تون من التفاح يقول للمستمع يوسف السكوحي كذب المستمع محمد يعقوب يقول افلام والمستمع منصورته يقول فين ما ندروش باي الاجابة هي ان الخبر تم استقاؤه من مصالح المراقبة الاقتصادية واما بخصوص المكان فالمقال يشير الى ان كمية سميد حجزت بوسط مدينة القيراوان وكمية التفاح بريف ولاية القيراوان ان شاءنا زاد يوم 29 مارس 2023 خبار يقول ان تم حاجز كميات متفاوتة من الغلال بكل من ويتي اريانا والقاسرين علق المستمع عبدالقادر المنصري فك علينا من الكذب نقول هنا مجددا الخبر صحيح وقد تم استقاؤه هناك ذلك مصالح المراقبة الاقتصادية في الولاياتين اخيرا يقول المستمع مونير هم يقدم من نفسه يقول الاعلام التونسي ما زالته تبيضه تجربة مصرية فاشلة وذلك بعد من شرنا يوم 29 مارس 2023 الخبار يقول مصر تعلن عن موعد افتتاح اكبر مصنع من نوعه في البلاد الخبار مأخوذ من تصريح لمسؤوله عن وزارة قطاع الاعمال في مصر منصور عبدالغني حول مشروع لتطوير قطاع الغزل والنسيج في مصر بطبيعة الحال نشرنا هذا الخبر عن مصدر رسمي اتحدثت تعليه وهو وزارة قطاع الاعمال في مصر منصور عبدالغني حول مشروع لتطوير قطاع الغزل والنسيج في مصر الامر لا يتعلق البتة بالطبيع الهدف الوحيد من الخبر هو كغيره من الاخبار ابلاغ جمهور التونسي بمستجد اقتصادي على الساحة العالمية واضح ارتقائنا قبل ما ننهي حصة الموافقة العالمية نستقبل الزميلة الصحفية بموقع الواب اسمع المدب للاجابة مباشرة من الستوديو على ما ورد من نقطة في خصوص الاخبار التي نتولى نشرها على موقعنا وبثها في نشراتنا الاخبارية وذلك المزيد ابلاغ المستمعين جوانب تخص عملنا اليومي في الاذاعة وهي فقرة جديدة من حصة الموافقة العالمية بدأتم التعود عليها نعطي فيها الكلمة الى الزمالة للاجابة على استفسارات وملاحظات او نقطة المستمعين نسمو احنا الحوار ذي مع اسمع المدب اسمع المدب الصحفية باذاعة مرحبا بيك مرحبا بيك زمان حمد ومرحبا بمستمعين عايشك اسمع انت صحفية بالاذاعة وتعرف عليش استدينك اليوم اسمع المدب انت تقرأ ردود فعل المستمعين وانت لحظت لنا البعض منهم يقولوا احنا كين هبتوا بعض الاخبار يقولوا علام العار يقولوا علام بودورو مش الكل وثم شكون منهم يقول اللي الموقع ولا الاخبار اللي انبثوها ولا ننشروها مش صحيح وثم شكون زادة يتهم لذاعب انها منحازة مع الزيد والعمر احنا ديما في حصة الموفق نقولوا ونأكدوا على حيادنا ولكن قلنا اليوم نستدعى زميلة صحفية اللي تخدم وتعالج الاخبار يوميا باش تفسر كيفاش تخدم وكيفاش تنقل الاخبار وفياش يتمثل العمل المتاحه وخاصة المصدقية متاع الاخبار اسم المدب انت تعرف اللي اللي ذاعة هي في علاقة شراكة مع المستمعين وتعرف اللي الموفق من واجبه انه يفسر لجمهور علاش وكيفاش خاصة نعتمدوا قواعد صارمة في نقل الاخبار وكيفاش كذلك نحافظوا على سمعتنا وعلى ثقة الجمهور فينا اكيد زي محمد اول حاجة نحب نشكرك على اتاحة الفرصة هذه باش نحكيه على خدمتنا في موقع الويب على غاديوكس بخاسة فيم اول حاجة نحب نحكيه على الفريق اللي هو متكون من صحفيين متكونين ومتمارسين في معهد الصحافة وعلم الاخبار لكلنا عنا تجربة في الميدان زيادة في الخدمة الخدمة على الصحافة لسنوات يعني تمكننا من تقديم المحتوى بالجودة هذيك اللي قاعدين يتابعوا فيها متابعين الكل على موقع الويب غاديوكس بخاسة فيم بوان كام الاخبار متعنا اكيد كلها تعتمد على مصدر موثوق ان ناخده سواء تصريحات خاصة بالاذاعة يكون فيها الاخبار من مسؤول هو اللي ينقل لنا الخبر ما ناخدهش معناها اخبار من اي طرف يحكي ولا اي شخص يقول لي صارح حاجة لننقلها مش هكا تصير الخدمة يعني يكون من عند مصدر موثوق ومصدر المسؤول كيف كيف تنجم تكون من انحوار من الحوارات اللي قاعدة تتبث على اذاعتنا كيف كيف من التصريحات اللي انقلها مراسلين وقال الصحفيين صحفي اكس بخاسة فيم على الميدان هذو ما هما مصدر الاخبار بصفة عامة عن كيف كيف الوكالات الانباء المحلية والعالمية نخضع في اخبارنا لكل المثاق الشرف ومثاق واخلاقيات المهنة هذو ما اللي تعلمناهم في محة الصحافة ودرسوهم الاسد الاجلاء متاعنا وعننا كيف كيف المثاق التحريري متاع الاذاعة اللي هو ما هوش منحاز لأي طرف ولا لأي فكر دون اخر يعني احنا محايدين مع الاطراف الكل سواء السياسيين واديولوجيين كيف كيف سي محمد الاذاعة يعني اكتثبت مصدقية أو سنوات تخدم على المصدقية متاعها هذيه الخبر يتعدم مسار كامل التثبت منه من يكون اسكو هو اشاع وقال خبر صحيح حتى كيف يعني صحافين اللي نخدموا كلنا في موقع الويب برشا منا خضعوا معنا يشاركوا في دورات تدريبية للتحقق من الأخبار الزائفة ومسار كامل يتعدى به الاخبار وهذا هو اللي يخلي هو مختلف على شنو قاعدين نشوفوا على دي باج اخرين باج فيسبوك مثال تختلف على شنو يتعدى على باج فيسبوك متاع اذاعة مش كما الاخبار اللي قاعدة تتداول على موقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة اي خبأ اي شخصي نجمي برتاجي اي معلومة مش كما اخبار اللي تنشرها الاذاعة هي متعدى بمسار كامل للتثبت منها ومصادرها كلها موثوقة واذا عاد اكسب خزافهم اكيد متابعينا كل يعرفوا قدش خادمها على المصدقية متاحة وقدش حريص ان هتحافظ عليها بارك الله وفيك شكرا لك سامو حمود دام كل نسمع في اسمه المد باحنا نشكر كل المستمعين كل الناس اللي تكتب على اللي كومنتير على الفيسبوك ممكن عندكم اي مقترح عندكم ملاحظة اي نقد نذكركم بالوسائل الاتصال نجمو ترسلونا على بريدنا العادي الموجود على موقع عمتها ناكسبريسفين بان كوم نكون ذلك براسط الموافقة على الاميل شكرا لك سامو حمود شكرا لك سامو حمود شكرا ومجددا في هذا شهر الفضيل قولوا مجددا رمضان مبروك للجميع وان شاء الله يقع تدفق المعلومات بكثرة ونجاوب عليها واحنا دائما صدر حب في هذا المجال اعطيك الصحة بركة لو فيك سي محمد اشتركوا في القناة